وش يقدر يقدم إضافة للمنتخب الجزائري مسجل 30 هدف مهاجم قناص لكن عندنا نقص كبير بالأخص في محور الدفاع وهذا أكبر مشكل في المحور السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما مدى وما تنسوش اكم تصلي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنسوش اتونا عراءكم اقترحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل حب والاحترام للجميع اول شي نبدأ به في هذا الفيديو رح نتكلمه على مباراة المنتخب الجزائري ضد منتخب غينيا هذا المباراة اللي هنلعبوها في 6 جوان بإذن الله رح تكون ملعوبة هنا في الجزائري في ملعب نيلسون مونديلة في براقي ويكون هناك حضور جماهيري جزائري وان شاء الله يكون حضور غفير جدا من اجل مساندة المنتخب الجزائري في هذا المباراة اللي نعتبرها مهمة لانه المباراة تصفية كاس العالم الفين وستو عشرين كلها مباراة مهمة وكلها مباراة صعبة وكلها مباراة لازم نوقفو فيها مع المنتخب الجزائري وهذه المباراة رح تكون الاولى والرسمية للمدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش رح نشوفوه وش يقدر يدير وش يقدر يقدم اضافة للمنتخب الجزائري من الناحية التكتيكية والفنية هل رح يعرف كيفاش يخير اللاعبين ويجيب اللاعبين جيدين ويديرهم في القائمة على المنتخب الجزائري هل رح يعرف كيفاش يوظف اللاعبين بالطريقة الصحيحة بحيث أنهم يقدروا يقدموا الإضافة للمنتخب الجزائري أو لا هذا الأمر ما زال ما ناشى عارفينه إن شاء الله اختياره لللاعبين يكون موفق ويعرف كيفاش يوظف اللاعبين كل واحد حسب منصبه وكل واحد حسب إمكانياته وش يقدر يقدم للمنتخب الجزائري صراحة نقدر أن نقول لكم من الشوطة الثانية مباراة جنوب إفريقيا المباراة الودية اللي لعبناها آخر مباراة للمنتخب الجزائري ممكن تفقلت شوية لهذا المدرب في النهج الطاكتيكي التاعه بالأخص مع الخطة اللي دارها والطريقة اللي دارها شفنا المنتخب الجزائري كان متماسك لعبه كرة بالطريقة الجيدة وبالأخص أيضا في التغيير اللي داره أنه طلع رايان ايت نوري إلى الفوق صار يقدم أكثر إضافة هجومية يعني صار يلعب كجاناح أكثر من ظاهير ولعب خلفه كلاعب وكمدافع ظاهير اللي هو حجام يعني حجام يكوفري على رايان ايت نوري وهنا شفنا الإضافة الكبيرة اللي قدمها هذا اللاعب مع المنتخب الجزائري وهنا يبيلك المدرب أنه راو يتبع في اللاعبين وعارف اللاعبين كيفاش راو يلعبوا مع أنديتهم وكيفاش راو يوضفوا فيهم المدربين في الأنديتهم لأنه أنت مدرب في المنتخب الوطني ما تقدرش تجيب لعب ما اللي فيه لعب فيه منصب تغير له منصبه باش تجرب صعب جدا لأنه في المنتخب وش تدير تخير اللاعبين على حسب إمكانياتك على حسب إمكانيات اللاعبين وتوضفهم في الأماكن اللي باش يقدمونك فيها الإضافة بشكل مباشر لأنه الجماهير الجزائرية ما راح تنتظرك عام وزوج لأنه ديرك رانا دخلين في مرحلة حاسمة عندك تصفية كاس العالم عندك تصفية كاس إفريقيا مباشرة عندك كاس إفريقيا يعني أمور مهمة جدا وما لازمش على هذا المدرب لديمير بيتكوفيج أنه يخطأ وأنه يرتكب الأخطاء لأنه الخطأ حاليا ممنوع تماما وعلى اللاعبين أيضا أنه يقدموا كل ما لديهم ويبذلوا مجهوداتهم باش يشرفوا المنتخب الجزائري ويفرحوا الجماهير الجزائرية وما يكونوش متخاذيرين حبوهم يكونوا حارين حبوهم يكونوا يقاتلوا فقردية الميدان ويقدموا كل ما لديهم لأنه كنشوفوا المنتخب الجزائري في الدفاع عندنا لاعبين جيدين ولكن عندنا نقص كبير بالأخص في محور الدفاع وهذا أكبر مشكل في المنتخب الجزائري لازم يخدم عليه المدرب ولازم يجيب لاعبين جدد اللي يقدموا الإضافة في المنتخب الجزائري مثلا عندك مداني مداني صراحة ما قناش بالنسبة الكبيرة جدا أو المباراة لي قال لك أرتابك أنه خايف مش موال فيه لعب ولكن لعب مباراة تصفية كسالم هل راح يلعبوا مرتين أخرى هل راح يعول عليه مازال ما ناشعارفين بالعيد ما شفناش لعب ما شفناش على الطاول والفرصة في المنتخب الجزائري يعني ما نقدروش نحكمه إليه ما كانش صراحة عدنا فراغ كبير رامي بن سبعيني وتعرض لإصاب يعني ما راحش يكون في شهر جوان عيسى ماندي مستواه تراجع بطريقة رهيبة جدا توقاي مع نادي التراجي ما راحش يقنع صراحة كل ما يجي للمنتخب الجزائري لا أبطيء ويرتكب الأخطاء يعني عدنا مشكل فقط في المحور الدفاع إذا تحل هذا المشكل بإذن الله كل المشاكل راح تتحل لأنه عدنا لعبين تقريبا جيدين في كل المناصب في وصل الميدان عدنا لعبين جيدين في الهجوم عدنا لعبين جيدين لعبين مهاريين لعبين فنيين ولكن إن شاء الله فقط نكونوا نشوفوا الإنسجام بين اللاعبين باش نشوفوش لاعب فوضاوي ونشوفوا لاعب جيد ولاعب إيجابي اللي باش يسجلوا به الأهداف وباش المنتخب يفوز ويكمل ويستمر في هاد التصفيات لأنه في المباراة اللي حنلعبوها ضد منتخب غينيا كالناس ممكن يقولك غينيا منتخب ضعيف صديقي في إفريقيا لم يبقى منتخب ضعيف ومنتخب قوي تقريبا هناك تساوي كبير جدا أغلبية اللاعبين في إفريقيا يلعبوا في الدوريات الكبيرة في أوروبا يعني ما لازمش تحقر هذا المنتخبات منتخب غينيا هذا عندهم مهاجم واللي هو هذا المهاجم يلعب مع نادي شتوتغارد الألماني هذا المهاجم في جميع المنافسات مع نادي شتوتغارد الألماني شحال مسجل؟ مسجل 30 هدف مهاجم قناص خطير جدا منتخب غينيا يسجل أهداف كثيرة حتى ضد المنتخبات الليلعب معها منتخب عنده هجوم قوي لعبين سريعين هذا قناص من طينة الكبار يسجل أهداف ولكن مشكلة عندهم في الدفاع عندهم دفاع هش يعني مش لازم على المنتخب الجزائري لازم الرزانة ما لازمش الارتباك وما لازمش الأخطاء المتكررة في الدفاع وما لازمش أيضا التسرع أمام مرمى غينيا لازم أي فرصة ترجموها إلى هدف أي فرصة نستغلوها ونسجلو منها هدف لأن الفرص الضائعة تمد للخصم ويلعب مرتاح هما يسجلوه لك هدف يرجعو لك اللور ويسكروا اللعب وهذا هو اللعب في إفريقيا يعني ما يبقاش بعد يلعب معك كورة لا لأنه ما يهموش يهم هو يجمع النقاط ويتأهل لكاس العالم بأي طريقة كانت ولازم علينا احنا نديروا هذا العقلية وجماعيل الجزائري لازم تفهم هذا الأمر لأنه في التصفيات ما تلعبهاش باش تمتع الجمهور ما تلعبهاش باش تستعرب تلعبها باش تفوز باش تجمع النقاط باش تتأهل لأنه عندك هدف واحد هو التأهل لكاس العالم الفين وستة وعشرين المنتخب الجزائري حاليا في رصيدنا ستة نقاط هذا أمر جيد ورائع جدا اللي فوزنا بهم بقيادة جمال بالماضي لازم لنا نكمله إن شاء الله هذا المشوار ورب يوفقنا وما تنساش تطعونا رايكم بخصوص المنتخب الجزائري والأمور اللي راي تنقصنا حاليا وأيضا منساش باش نتكلمه على ملعب الجديد لنادي مولودية الجزائر ما شاء الله ملعب رائع ومبروك على الجزائر صراحة هذا الملعب من الملعب الجميلة والرائعة جدا ملعب في الجزائر صارت عالمية بأتم معنى الكلمة نخليكم تشوفوا هذا الفيديو وتستمتعوا بهذا الملعب كما شفتم معنا هذا الملعب تعمل وديت الجزائر ملعب رائع ملعب جميل خاص لنادي مولودية الجزائر يعني الأندية الأخرى الجزائرية ما رايش تقدر تلعب فيه ويلعب فيه فقط نادي مولودية الجزائر إن شاء الله يشرفونا ويفرحونا العام الجاي في كأس إفريقيا لأنهم راح يلعبوا إفريقيا والمولودية توجد بالدور الجزائري مبروكة لهم نتمنى ولهم كل التوفيق وإن شاء الله نشوفوا كل الأندية الجزائرية متألقة وطنيا وعربيا وإفريقيا ونشوفوا دائما أبناء الجزائر فرحانين ومشرفيننا تحية لكم كل حب والاحترام للجميع السلام عليكم